حتى في اليوم الحادي عشر من المحرم أبدا لم يكن يغفل عن اللاهوة الإلهي والملكوة الإلهي لما جاء الأعداء ووضعوا الأغلال في يديه والأقياد في رجليه وجامعة الأغلال على صدره شنو يعي جامعة الأغلال؟ يعي ثقل الحديد حتى أكلت من لحم صدره إمامنا الباقر في مثل هذه الليلة لما غسل أبوه السجاد انتح ناحية في المغتسل وأخذ يبكي قالوا له ابن رسول الله لماذا تبكي؟ قال رأيت أثرين على جسد أبي السجاد الأثر الأول على ظهره والأثر الثاني على صدره أما الذي على ظهري فأثر الجراب الذي كان يدور به على بيوتات المدينة في نصف الليل يوزع أطعمه وأموال هو يباشر ويقول فران اذهب بهذا وأما الذي على صدره فأثر جامعة الأغلال أربعين سنة أربعين سنة من بعد واقعة كربة كان لا زال الأثر واضح في صدر الإمام بأبي وأمه لما وضعوا الأغلال في يديه ورجليه وعلقوا الجامعة على صدره فكى الإمام فتحجب القوم التفت إليه الأعداء قالوا كنت محظيا عندنا كنا نكبرك يا ابن الحسين أما الآن فقد سقطت من أعيننا إن أباك لم يبكي من ضرب السيوف ولا من طعن الرماح وأنت تبكي من هذه الأغلال قالوا ويحكم ما منها بكيت ولكنها ذكرتني بأغلال نيران جهنم وظلت هي الأغلال على يدي الإمام على رجليه على صدره من كربلة صور إياي أنت تحمل كيس أو تحمل حقيبة على كتفك ربع ساعة ساعة تحس بماذا؟ بألم شديد ومضايقة هاي الأغلال بقت على جسد الإمام من كربلة إلى الكوفة ومنها إلى الشر إلى أن أدخله بتلك الحالة على يزيد يقول إمامنا الباقر أدخلونا بعد أن أوقفونا ثلاثة أيام أدخلونا مربطين بحبل واحد حبل ممتد من عنق أبي زين العابدين إلى كتف أمتي زينان فإذا عثر طفل أو وقعت امرأتك بابن على وجوهنا كل ينادي ومحمد زين الإمام السجادة بقي حالة الإمام يقول أدخلوه حافي القدمين محلل الأزرار مكشوف الراس ينادي أقاد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبدان غاب عنه نصير وجدي رسول الله في كل مشهدين وشيخي أمير المؤمنين وزيره فيا ليت أمي لنت لذني شو يتحمل بأبي وأمي نظر إلى حالات صدعت قلبي بأبي وأمي الحالة الأولى عندما نظر إلى ولده الباقر عمر ثلاث سنوات قد حز الحبل على عنقه نادى ليت أمي لنت لذني أما الحالة الثانية عندما نظر إلى زوجته فاطمة ابنة الإمام الحسان أم الإمام الباقر صوري أي على ظهر الناق في الشام محتارة أتمسك طفلها لألا يقع على وجه الأرض أن تستر وجهها بكفيها عن الأعداء المتفرجين نادى ليت أمي أما الحالة الثالثة عندما نظر إلى عمته زينب يقرع رأسها بكعب الروح نادى ليت أمي جودة يا أبو الحسنان جودة ولدكم نخاكم يا جدود ودموعنا على خدود ترى الجامعة حزة تزنود 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 حزة تزنود ترى الجامعة حزة تزنود ترى الجامعة حزة تزنود وإذا بالويوتات خالية منازلوا كانت نيرات بأهلها فأمست عليها غبرتون وقتاموا يدور من بيت إلى بيت يا دار وين السيسات بالعزة والهباء بنات راحوا وخلوني وخلات يقول ليه واحد سيدي أي البلدان عليكم أشاد إنتم من بلد إلى بلد كملت دخلتون سيدي أي البلدان عليكم أشاد قال الشام 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 حيث الدل والهوان فلقد تقشرت وجوه عماتي من حرارة الشمس اجلال تسألني عن أحوالي يا منهال وانت تراني أرفل بقيدي والأغلاء أصبحت يا منهال قال في ذل وكسير ما عندي محامي بعد ذيك العشير وانظر بعاني عمتي تمشي أسيرا وهايالتي ما يحوج أوصف هاي منها هايالتي ما يحوج أوصف لك خدرها تدريبها بالأمس ما واحد نظرها وكل الخلق كانت تتمثل أمرها واليوم سيدي واليوم كل الغرب تنظرها بهالحر ولا تقول حزني زيديه فقد الصنادي والله ولا نوحي على تقييد يبقى لماذا نوحك سيدي نوحي على دخول الوديع مجلسي زيدي وان كان عندك ثوب يا منهال يا منهال عطني ليش سيدي موضع تحت الجامعة اللي أبهضتني فقد العشرة والأحبة والأحبة هدركني ودخول عماتي سبايا مجلس الضال آه أزين العباد الغسلة باقر علوما وساعة جهاز حاضرين أهله قوما واما أبوه حسين غسلة من دموما إلهي بالحسين الوجيه أعزائي وحنا نقل الدعاء مطلوب منكم أعزائي الجمع إلى المساجد بارك الله فيكم بشكل سريع بارك الله فيكم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا مجيب دعوة المضطرين وكاشف السوء والبلوى أجب دعوتنا يا الله شاف مرضانا داو جرحانا فك أسرانا رد غرباءنا إلهي ارحم موتنا وموت المؤمنين والمؤمنات وممات على الإيمان لا سيما العلماء والشهداء وخدام الحسين نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات